يعني ايه حب تعريف الحب اللي مش مراضي الحب اللي مش مراضي اللي هو الشخص يبقى عنده حاجتين جانب فسيولوجي وجانب سايكولوجي يعني فيه جانب نفسي وفيه جانب مفعالي اللي اتنين دول مغا بعض بشكل منطقي وبشكل معقول مش بشكل زيادة عن اللزوم مش بشكل وسواسي زيادة عن اللزوم مش بشكل يخلي الشخص يبقى بيفكر وعايش حياته بس عشان اللي قدامه كده هو بدأ يتأثر نفسيا وحياته بدأ تتأثر نفسيا ده كده بدأ يدخل في Obsessive Love الناس دول لما جابوهم وعملوا لهم رانين مغناطيسي وظيفي على المخ وبدأوا يشوفوا نسبة السيروتونين في المخ فلاقوا إنه السيروتونين قليل في المخ زي بالزبط مريض الوسوس القهري ولقوا النواق قاعدية اللي هو البيزل جانجليا لها نفس الأكشن اللي بيحصل مع مريض الوسوس القهري ففي عالم مشهور اسمه فرانك تاليس أول واحد قال بقى إنه الموضوع ده لي علاقة بمرض وبدأ يصنف الحب بالطريقة دي على إنه مرضي يعني فرويد يتكلم عنه على إنه ليه علاقة بالنرجسية والعدوان تجاه الشخص وبعدين فرانك تاليس قال إن الحب ده مرضي سمعيني بس لدرجة إنه هينزل المفروض كانوا عايزين ينزلوه في التشخيص الدليل الإحصائي للأمراض النفسية الأمريكي الدليل الأخير اللي هو الدليل الخامس وبعدين منزلش لأن المواصفات ما اكتملتش وهينزل في الدليل اللي الجاي يعني هيعتبر هيعتبر مرض فعلا ولما يجيلي حد بيحب حد بالدرجة دي هقول له أنت مريض وهعالجه الكلام ده بعد ما ينزل للدليل الإحصائي اللي جاي يا عم ده نحن الناس ما بقيتش تحب بعض ده نحن نفسنا الناس تحب بعض نفسنا بقى في حب كده ده مش حب ده مرضي طب إنت ليه قلت إنه ده مرضي يعني أنت في قصتنا النهاردة كل ده عشان ضربها لا وعشان بيمشي وراها آه عشان ضربها وعشان بيمشي وراها وعشان طول الوقت متعلق بيها بشكل مرضي اترفض مئة مرة وبقاله سنين وهو مصر وعلى فكرة كل ما يترفض كل ما يستراره يزيد كل ما يترفض كل ما يستراره يزيد وإيه يعني وإيه يعني الحب عايز أبقى معاكي لو الدنيا كلها مناعتني ما ده الحب لو الدنيا كلها وقفت قصادها أبقى معاكي فعلا أيوة والحب مفوش كرامة والحب مفوش كرامة يترفض ويتضرب ويتضرب ويتعمل كل حاجة فيه ويظلم وصر لا ولو هو كبير أخوها رح ضربه ويظلم وصر على أن يتجوزها